منار بنت تبلغ من العمر 16 عاما دخلت الفيسبوك بسبب أصدقائها عندما أخبروها أنه رائع وجميل وبعد أن أنشأت صفحة لها وضعت صورة رومانسية عبارة عن ورود حمراء جميلة وقررت أنها لن تضيف غير أصدقائها وأقاربها فقط وفعلا هذا ما حدث وأصبحت كل يوم تضع أغاني وفيديوهات رومانسية وصور رومانسية لأنها وكما تقول بنت رومانسية جدا وبعد فترة وجدت صديقة لها وضعت تاجا لها على صورتها وصورة رحلة كان سويا فيها ولاق هذا تعليقات وإعجابا من الكثيرين فقالت منار ولماذا لا أفعل مثل صديقتي فبدأت في رفع الكثير من صورها وبدأت في قبول صداقات كل الناس ووجدت الشباب يعلقون على صورها بعبارات مثل ما هذا الجمال؟ ما شاء الله أيتها القمر؟ وكلمات مديح وثناء على جمالها وبالطبع لأنها رومانسية فقد أعجبها هذا المديح وكلما زاد مدح الشباب لها أضافت منار الكثير من صورها وبعد أيام دخلت الفيسبوك فوجدت بنتا تحدثها بالحوار التالي مروة أهلا منار أهلا من أنت؟ مروة أنا مروة من مصر ثلاثون سنة ومتزوجة وأنت؟ منار تقول أنا منار من القاهرة ستة عشر سنة وآنسة ترد عليها مروة لقد كنت مثلك منذ فترة أضع صوري ولكني بعد أيام حدثت مصيبة لقد وجدت شابا يحدثني ويطلب مقابلتي وعندما وبخته قال لي إن لم تقابلينني سأضع كل صورك على المنتديات وسأفضحك ثم وجدته يرسل لها صورا عارية وكأنها حقيقية فردت عليها منار يا لها من كارثة عن إذنك لأحذف هذه الصور قبل أن يصيبني ما أصابك فردت مروة لقد تأخرت كثيرا متى سأقابلك إذن؟ وفجأة أرسل لها كل صورها وهي عارية لقد كان شابا وليست سيدة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولأن منار صغيرة ولا تعرف حسن التفكير قالت له سأقابلك وبالفعل ذهبت منار وقابلته ووجدته ذئبا على هيئة إنسان وطلب منها أن تصعد معه إلى شقته وللأسف ذهبت معه وهذه قصة حقيقية نشرت بإحدى الصحف المصرية وقد وجدت معه داخل الشقة شابين آخرين وبعدما نالوا منها ما أرادوا طلبت منهم صورها فقالوا لها أي صور ستظلين معنا هنا في خدمتنا ولأن خوف منار من أهلها كان أقوى من تفكيرها فقد خسرت شرفها وخافت العودة لأهلها وظلت مع هؤلاء الشباب الملعونين الذين تاجروا فيها وتحولت منار من مجرد فتاة فيسبوك إلى فتاة ليلة وكانت جريمة قوية ولكن الشباب حكموا فقط لأن منار كانت قاصرا ولكن الحقيقة أنها كانت مدركة خطورة ما فعلته شاب صالح من أسرة فقيرة يتمتع بأخلاق كريمة كان يعمل أثناء فترة دراسته ببيع المناديل الورقية لسائق السيارات أثناء توقفهم في الإشارات لمساعدة والديه في الإنفاق على شقيقيه الأصغر منه ثم بدل نشاطه وعمل بعد عودته من المدرسة مساعدا لنجار موبيليا وظل في عمله حتى تخرج من الجامعة وعين معلما لمادة الرياضيات في مدرسة متوسطة وأثناء زيارته لقريته لرؤية أسرته علم من ابنة عمه البالغة من العمر 13 عاما أنها ستترك المدرسة وستذهب للعمل بالحقل لأن والدها لا يستطيع تحمل تكلفة المصاريف المدرسية والدروس الخصوصية بسبب فقره فحزن كثيرا وقرر مساعدة عمه بمبلغ قليل من المال قدر استطاعته وعندما علم أن ابنة عمه تشك من عدم فهمها لمادة الرياضيات التي يقوم بتدريسها تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ثم توصل بعد تفكير طويل إلى فكرة رائعة حيث قرر شرح جميع دروس الرياضيات لها عن طريق التواصل معها عبر الإنترنت من خلال جهاز حاسب ألي اشتراه لها وظل التواصل بينهما وبعد فترة صغيرة طلب منه عدد من الأقارب المساعدة في فهم دروسهم فقام بتسجيل فيديوهات ونشرها على اليوتيوب ونجحت الفكرة وازداد عدد المشتركين شهرا بعد شهر وعاما بعد عام حتى أصبح عدد المستفيدين من دروسه بالملايين من أنحاء وطنه وهذا ما دفع مجموعة من الشباب المتطوع إلى ترجمة فيديوهاته إلى عدة لغات فقرر الشاب ترك وظيفته ليتفرغ إلى نشر فيديوهاته لتعليم أطفال العالم غير القادرين على نفقة التعليم ونسي تماما حاجته للمال وحلمه بالزواج وإنجاب الأطفال ولأنه كان يقوم بهذا العمل خالصا لله دون أن يطلب أجرا أو حتى كلمة شكر فوجئ بأكبر موقع عبر الإنترنت يدعمه بمبلغ كبير من الدولارات فسجد لله شكرا على هذه النعمة التي أرسلها الله له وقام بمساعدة أهله وأقاربه والكثير من المحتاجين ووفقه الله إلى الزواج من فتاة صالحة ليكمل معها طريق نشر العلم لكل من يحتاج إليه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فتاة مسلمة اسما وعلى الأوراق فقط حيث أنها لا تقيم صلاة ولا تصوم ولا تعترف من داخلها بالعبادات كافة فقد تأثرت أثناء وجودها مع والدها بإحدى البلاد الأوروبية بزميلة لها غير مسلمة لا تعترف بالأديان وبعد أن أكملت دراستها الجامعية عادت وتم تعينها بوظيفة حكومية وتزوجت من زميل في العمل بعد أن وافق على تبرجها وعدم مناقشتها في شؤون الدين كان الزوج يظن أن زوجته سوف تتغير مع الأيام وستبدأ في إقامة الصلاة والصيام وغير ذلك من عبادات مثل أي سيدة مسلمة ولكنه فوجئ أنها تتحول من سيء إلى أسوأ فعندما حدثها أكثر من مرة عن ضرورة إقامتها للصلاة وكل العبادات صارحته بأنها لا تعترف بهذه العبادات ولا بوجود فرض من هذه العبادات فأصيب الزوج بالذهول وقال لها بغضب أنت في الشهر الأخير من حملك وبعد ولادتك سيكون لي معك تصرف آخر وضعت الزوجة حملها وبعد يومين وأثناء إرضاعها لابنتها وصل الحليب دون أن تراه إلى عينها فتعلقت عيناها إلى أعلى وظلت هكذا دون أن تحرك أطرافها فأسرعت بها إلى المستشفى وهناك أخذ الأب يدعو الله لابنته بالشفاء بينما الأم اكتفت بالبكاء وبعد أيام تم الشفاء للطفلة بعد أن كادت تموت كما قال الأطباء بسبب ضيق في التنفس أخذ الزوج يتعامل مع زوجته بهدوء لمدة عام كامل ويشرح كل يوم مجموعة أدلة لوجود الله مع ترديده لأسمائه الحسنى ومنها السميع الرحيم الشافي الذي استمع لدعائه ورحم ابنته وشفاها وطلب من زوجته أن تتوب إلى الله وعندما ظلت في عنادها طلب منها مغادرة البيت والذهاب إلى أهلها وأن لا تعود إليه إلا بعد رجوعها إلى الله فذهبت الزوجة بابنتها إلى أهلها وبعد مرور عامين من مغادرتها تعرضت الإذنة لأزمة شديدة وكان لابد من إجراء عملية جراحية لخطورة حالتها فأسرعت بها الأم إلى المستشفى وأثناء إجراء العملية سمعت الزوجة والديها وزوجها يرددون وبدموع عيونهم يقولون يا الله يا الله وبدون أن تدري وجدت نفسها تبكي أيضا وتردد يا الله يا الله وشعرت براحة نفسية كبيرة مع هذا الدعاء واطمئنان لم تشعره في حياتها فتأكدت أن الله حق وهو موجود ولن أستطيع الاستغناء عنه ولا إنكار وجوده وقالت لزوجها لقد أحسست فعلا في قرار نفسي أن الله موجود ونحن جميعا لا نستطيع الاستغناء ولا الابتعاد عنه لقد وجدت الله الخالق المصور المحي القاهر القادر على كل شيء لقد تبت إليه ولن أترك نفسي للشيطان مرة أخرى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون